سلام عليكم. اول حاجة احب اذكرها في الفيديو ده ان احنا من محبين هارتا اتاك وان ده المطعم المفضل بالنسبة لنا في الفرايشيك لكن التجربة اللي هنحكيها النهاردة تجربة سيئة للأسف. مكناش حابين ان هي تحصل. كالعادة احنا بنجرب لكم في القناة هنا. كل عروض بتنزل في اي مطعم. فطبيعا ما هارتا اتاك يعمل عرض لازم كنا نروح ونجربه ونقول لكم رأينا فيه. اللي حصل معنا ان هم على صفحتهم على الفيسبوك نشروا ان فيه عرض في جسر السويس فرعي جسر السويس اللي هم فتحينه جديد. العرض دوت بيقول ان فيه خصم خمسين في المية على الوجبات العقلية. الاعلام فيدل موجودة على الفيسبوك وتصنا تأكدنا من كل سنتر قبل ما نروح واكدونا ان هو العرض موجود. رحنا تاني يوم عشان نجرب العرض لقينا ان ما فيش عرض. ازاي قالك البوست اتمسح يوميها يوم اليوم اللي احنا رحنا فيه اللي هو كان يوم تمانية تسعة الفين اتنين وعشرين. طب اللي عايز يلغى عرض. يمسح البوست ويعمل كأن الناس ما شافيتوش وكأن الناس اللي شافيتو دي تضرب المشوار على الفاضي ولا كان يعمل اعتذار على الصفحة عشان الناس تشوفوا وما تروحش. طبعا تعامل كان منتهى اللي تزوق بصراحة. ان احنا نروح المشوار دوت في الاخر يقول لك اصلاحنا مساحنا البوست النهاردة. وطبعا اللي بقى رد علينا في دوت ولا عارف حاجة ازاي يقول لنا روحه والعرض موجود ونروح ما لقاهوش. المهم طلبنا عرض هم عاملينه وهو مش عرض قوي يعني عشر قطع معاهم بطاطس وبيبس وكولوسلو بامتين وخمسين جنيه. ومفروض ان معاهم تلاتة عيش. استكمالا بقى لمسلسل التجربة السيئة حصل ايه? جالك الاكل اهو مفيش عيش. ده اول حاجة. تاني حاجة ان الاكل في في العشر قطع اربع اجنحة او تلات اجنحة عشان الامان. من امتى هارت قتاك كان بيدي اجنحة? احنا طوله عمرنا بنجربه. كانش فيه موضوع الاجنحة دوت. قطع كمان بقت صغيرة جدا. طبقة اللي عليها كبيرة جدا. يعني القطعة بيبان حتى ان حجمها دوت. اما بتيجي تشيل من عليها بتلاقي الحجم نفسه صغير. والبريدنج بيعفصلك اصلا. ده بالاضافة ان الطعم ما بقى ازاي الاول. يعني بمعنى ايه? التدبيلة نفسها مش هي التدبيلة اللي متعاودين عليها من هارت قتاك وكان بالنسبة لي افضل تدبيلة. الفراخ من جوة بيضة. ده زي ما هم معاودين لنا بصراحة عشان برضو نقول الامانة. ونضيفة جدا. كمان الكلوس له حلوة زي كل مرة. العيش بعد ما طلبناه راح حد جاب لنا اتنين بس عيش. ما سألناه قالك تابه انا نسيت معلش هروح اجيب لك التالت. فتحنا العيش لانها بايت ويكد يكون حجر تلعب بيكورة. نشف جدا. مش بايت يوم ولا حاجة ده بايت اكتر من كزا يوم. البطاطس كويسة كالعادة بصراحة. بصراحة يعني دوت هو التجربة اللي قبل كده تشفع لهم. بس لو التجربة دي القرار التاني هيبقى بصراحة مش هيبقى هو المطعم المفضل بالنسبة لي. يعني فيه مطعم فتحك كتير جدا في وفيه متميز فيها كتير جدا. وهنذكر في القناة هنا كزا مطعم بعد كده في التجربة اللي احنا عملناها ولسه الفيديوهات بتاعتها هتنزل لكم. فيه مطعم كتير جدا بقت بتنافس. وبقى طعمها حلوة جدا. وبقى عاملة تدبيلة حلوة وعملة براندينج واسعارها كويسة. يعني هارتك دايما اسعاره اعلى من البراندات التانية. يعني نقطة السعر دوت برضو حاجة سلبية. انت عشر قطع فيهم تلات اجنحة. يعني مش عامل فرخة حتى بامتين وخمسين جنيه. موضوع صعب شوية لان الفراخ رخصت او كيلو الفراخ رخص يعني الفرخة كلها على بعضها بحاجة بستين جنيه او بسبعين جنيه. تيجي بحالي اقل من فرخة بامتين وخمسين جنيه ايا كان عندك تشغيل وعندك عمالة وعندك ايجار مش هيوصل لانه يبقى اربع اضعاف في سعر الفرخة. وانت حتى مش مديني فرخة يعني الاكل قدام حضراتكم اهو. انا يعني لو كنت وردتكم ما بتشالك قطع بتبقى قليلة ازاي? اتمنى ان هما يرجعوا موضوع الاسعار. يرجعوا موضوع ان تنزل بوست. مفروض هتلغي العرض. تعمل اعتزار عنه وتعمل اعتزار قبلها بيوم ما ينفعش تلغي العرض في نفس يوم العرض. بعد ما ناس كانت شافته لمدة اسبوعين كنت منزل للبوست او منزله لمدة عشر ايام والناس كلها شايفاه. دي حاجة سلبية جدا. تيجي تمسحه يوم العرض. شبان يرجع موضوع الخدمة لان الخدمة مكادش احسن حاجة في فرع جسر السويس. يمكن انتمثلهم العزر انه فرع جديد والناس اللي فيه ممكن يبقى جداد ولا حاجة. بس هو المكان نظيف. المكان حلو كخروجة. بس مش حلو ككمية اكل تكاف اسرة تدفع ميتان وخمسين جنيه. والاكل ما يكافكمش. فده موضوع صعب جدا. اتمنى يكون الفيديو معكم. تمنى ان هم يصححوا المصار وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم.